اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الى اللون الاصفر الاغضر الازرق اللون الازرق هو بيعتبر اعلى مستوى في هذه الالوام وتقريبا يعتبر فوق الـ 75% الى 100% واذا وجدنا النقطة السوداء في هذا اللون فاذا الطالب حقق مستوى يعتبر مستوى متفوق وكلما ارتفعت النقطة زي ما هو بين قدامنا يبقى المستوى اعلى في هذه المادة لو جينا بصينا مثلا في العمود اللي قدامنا نلاقيه هنا دي مادة اللغة الانجليزية 78% يبقى هنا نلاحظ النقطة السوداء في اول اللون طب لو رحنا العمود النقطة السوداء اللي اعلى شوية اللي بتوصل لـ 90% تقريبا اما بالنسبة للون الاغضر فهو بيعتبر اقل في المستوى من اللون الازرق لكن مازال الطالب في مستوى جيد وبرضه حسب مكان النقطة السوداء على اللون الاغضر يبقى الطالب مستوى بيرتفع كلما ارتفعت هذه النقطة نجي بقى على اللون الاصفر واللون الاصفر معناها ان الطالب في مستوى متوسط مستوى متوسط يعني ناجح كذلك بنقول كده بالعافية يبقى هنا الطالب في النقطة السفراء هو نجح بنسبة تقريبا 50% وبيعتبر ناجح اما اذا كانت النقطة في اللون الرمادي او اللون الابيض الاخير فهذا الطالب له دور تاني ان شاء الله وهيكون بالنسبة لهذا العام في شهر سبتمبر بكده يبقى خدنا فكرة عن الالوان وعرفنا مستوى الطالب في هذه الالوان يبقى اللون الابيض هو دور تاني اللون الاصفر ناجح بنسبة تقريبا 50% اما باقي الالوان الاخدر يعتبر جيد وجيد جدا اما بالنسبة للون الازرق فهو يعتبر لون متفوق وبكده يبقى شرحنا الالوان وتمنى ان نكون قدرنا مبسطها لابنائنا الطلاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة